السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم محمد حدايدي لو سيارتك تدعم أبل كار بلاي أو أندرويد أوتو فأنت تحتاج بكل تأكيد زي هذه القطعة طبعاً هذه القطعة يا أخوان في منها آلاف الشركات هذه يمكن رابع قطعة أنا أجربها وأشوفها الأفضل لحد الآن من ناحية السرعة في تنقل بين الأيقونات وإلى آخره فكرة القطعة باختصار شديد قطعة بنظام أندرويد قطعة صغيرة تركب عليها شريحة أو تربطها عن طريقة الواي فاي لو عندك واي فاي في السيارة أو عن طريق جوالك وبكده بيكون عندك متجر جوجل بلاي عندك على هذه القطعة تقدر تحمل عليه أي شيء على الشاشة حق السيارة هتربطها تتفرج على اليوتيوب نيتفليكس وإلى آخره طبعاً وليس السائق ولكن الركاب اللي مع السائق عشان خطر القيادة أثناء المشاهدة وإلى آخره بلاش نطور عليكم خلونا نشوف كافة التفاصيل مع بعض طيب يا أخوان نبدأ مع بعض ونقول بسم الله وهذه هي علبة الجهاز اللي عليه إن شاء الله الريفيو تبع اليوم أول ما بتفك العلبة خلي نشوف المحتويات بشكل سريع ونتعرف على الجهاز هذا هو الجهاز هنشوفه الآن عندنا الإضافة إلى كابل تايب سي تو تايب سي وعندنا كابل يو اس بي تايب اي تو تايب سي على حسب المنفذ اللي عندك هيكون بالسيارة وهنا عندنا كتيب دليل التعليمات في لغات كثير ومنهم اللغة العربية طبعا نشيل هذه البلاستيكات لأنه الجهاز هيصير حار عند التشغيل فهذه هيزيد من حرارتها طيب الجهاز جدا شكله بسيط صغير الحجم طبعا ندي كبيرة بس هو أيضا صغير عندنا من الخلف منفذ اليو اس بي تايب سي اللي هنوصله من هنا على السيارة مباشرة فلو عندك في السيارة تايب سي هيكون عن طريق كابل التايب سي تو تايب سي لو ما عندك فحيكون عن طريق اليو اس بي اي وهنا التايب سي طيب هنا عندنا مدخلين عندنا المدخل اللي على اليمين هيكون الاس دي كارت لو حابب تحط مثلا أي شي تشغله محتوى فيديو مثلا أو محتوى صوتي أو صور أو خلفية لنفس الجهاز أو لو حابب أنك تحط مثلا تطبيقات اي بي كي واتثبتها عن طريق الشاشة وعندنا المنفذ الثاني اللي هيكون منفذ للشريحة شريحة زي اللي موجودة عندك على الجوال اللي هي المايكرو الصغيرة طبعا تكون شريحة بيانات أو لو ما عندك شريحة بيانات خاصة تقدر توصله عن طريق الواي فاي فاخلينا نشوف الآن كيفية عمله على السيارة وكافة المميزات طيب يا اخوان نبدأ ونقول بسم الله الآن هذه هي القطعة معايا خلاص ركبت فيها الشريحة الخاصة بالبيانات والآن بشبكها على اليو اس بي الخاص بالسيارة الآن بعد ما شبكتها بتاخذ كده اللمبات يعني بتشتغل اللي ما تلقط بس الشريحة وتلقط الابراج والآن لاحظ معايا الشاشة بدأت تشتغل فالآن هنسوي الستارت طبعا هي هتضبط اكثر شي على الشاشات اللي هي الصغيرة هذه الشاشة كده مستطيلة شوية ولكن الشاشات اللي تجي مربعة هتضبط معاها مية بالمية ولكن اقدر اشغل طبعا شاشة كاملة والآن هنشوفها الآن هذي هي بداية التشغيل الخاص بالقطعة الآن هنضغط هذه الشاشة عشان ما اعتجينا مرة ثانية اللي هو Don't Show Again وبعدين هنسوي Agree اللي هو بنوافق على الشروط والأحكام لاحظ معايا الآن بعد عادة التشغيل جاءت كده شاشة كاملة زي ما تلاحظ قدامك هنا بيكون عندنا اللي هو الابراج لاحظ معايا برج 4G علامة الواي فاي مطفية علامة البلوتوث مطفية طيب هذه هي التطبيقات المثبتة عليها بشكل مسبق عندنا اليوتيوب ميوزيك بجانبه الأسماء جهة الاتصال الجوال الاتصال وعندنا اليوتيوب وعندنا سبوتيفاي وهنا شريحة الخاصة بالشركة اللي أنا حطيتها الآن وعندنا الجي بي اس اللي هو اختبار الجي بي اس وعندنا الإي اس فايل هذا مدير ملفات تقدر تحط فيه أي ملفات وعندنا هنا النيتفليكس وعندنا اللي هو تطبيق الخرايط المعروف وعندنا الفي ال سي الآن لو ننتقل إلى الشاشة الرئيسية عندنا الرسائل النصية عندنا البلوتوث اللي هو لما تربط بالجوال وعندنا تطبيق الخرايط وعندنا الهوم اللي هو يرجعك على الشاشة الرئيسية للسيارة طبعا نقدر نرجع مرة ثانية هنا وعندنا الـ APK Installer اللي هو تثبيت تطبيقات بصيغة APK وعندنا البلوتوث الميوزيك اللي هو عن طريق الجوال بالبلوتوث عندنا الإعدادات وعندنا متصفح كروم وعندنا المعرض الخاص بالصور وعندنا البلاي ستور اللي هو جوجل بلاي وعندنا الرسائل فلو دخلنا مثلا على الاعدادات طبعا ما حمشى اي شي بالفيديو عشان تشوف اللي هو سرعة التنقل بينها لو دخلنا على اللانجوج اللي هي اللغات ننزل الى ما نوصل اللي هو العربية فحننزل الى اخر شي اد لانجوج وحن اختارها العربية المملكة العربية السعودية الارقام الغربية الان بعد ما سونا لها اد هنختارها طبعا هنرفع كذا الى ما تكون اول واحدة الان بمجرد خليناها اول لغة فصارت اللغة الاساسية الان نرجع خلاص الان الاعدادات بالكامل وكافة اللي بداخل نفس القطعة كله باللغة العربية عندنا هنا شبكة لاسلكية اللي هي شبكة الواي فاي لو انت ممركب عليها شريحة تقدر بكل سهولة تشبك عن طريق الجوال لو بتعطي نت نقطة اتصال او عن طريق اي راوتر عندنا هنا معلومات التطبيق عندنا هنا كافة التطبيقات شفي رسائل شفي ملفات شفي صور شفي هاتف كل شيء ودخلنا على حوله ولاحظ معايا هنا اندرويد اثناش يعني هذي القطعة الوحيدة اللي شفتها باندرويد اثناش اغلب القطعة تجيك اندرويد سبعة اندرويد ثمانية ممكن اندرويد تسعة عشر لكن هذي اندرويد اثناش وعندك كافة الاعدادات تقدر تضبط كل شيء خلينا نرجع الان الى الصفحة الرئيسية وخلينا مثلا ندخل على متجر جوجل بلاي الان هنسجل دخول وطبعا هذه الاعدادات الاول مرة تحط بريدك الالكتروني وكلمة المرور خلاص بعد قبول الشروط والاحكام الان انا عندي متجر جوجل بلاي جاهز لتحميل اي تطبيق طيب خلينا مثلا ندخل على التطبيقات طبعا تقدر تبحث تقدر تحمل تيك توك اي تطبيق عندك خلاص عندك متجر جوجل بلاي طيب خلينا نجرب مثلا الان ندخل على اليوتيوب هذه هي قناتي في اليوتيوب لو دخلنا مثلا على قناتك اللي هي قناتي والان نشوف مثلا احد الفيديوهات خلينا نشوف مثلا توسيع الشاشة حيسوي زوم شوية للفيديو نفسه لو سويت على كامل الشاشة اما لو كانت شاشتك اساسا من المربعة فحيكون مرة تمام معها طيب خلينا نشوف مثلا تطبيق اخر نتفليكس نتوفر تحديث نروح نحدثه ندخل مثلا هنا على حسابي تطبيقاتي والعابي نفس اللي موجود عندك في الجوال والان نروح للتحديثات ونشوف ايش فيه تحديثات وبعدها نسوي تحديث الكل طيب يا اخوان من مميزات القطع ايضا انك تقدر تربط اللي هو جوال الايفون ابل كار بلاي بدل ما كنت تربطه بالشاشة عن طريق الكابل الان تقدر تسويه لاسلكي من خلال القطع فكل اللي عليك تسويه ان احنا بندخل على تطبيق اوتو كيت طبعا لاحظ معي اندرويد اوتو ابل كار بلاي بدخل على الاعدادات ونسوي ربط مع جهاز الايفون من خلال نفس الايفون بتتوجه الى البلوتوث وحتحصل اسم القطع اللي هي اوتو كيت تي بوكس بلس فقط تضغط عليها وتسوي اقتران تعطي السماع بمزامنة الجهات الاتصال والان اصبح البلوتوث متصل والايفون 14 برو ماكس ايضا متصل الان تقدر تروح لجهات الاتصال تقدر تسوي اتصال وتقدر تدق الرقم عادي وتقدر تدخل على اللي هو الموسيقى الموجودة عندك على الايفون والان بنوصله بشكل لاسلكي ابل كار بلاي الان ابل كار بلاي لاحظ معايا بدون كابل فانقدر ندخل هذا هو ابل كار بلاي وتطبيقات الايفون عادي جدا وهو لاسلكي فهذه ايضا ميزة جدا رائعة لو حابب ترجع الى التطبيقات الخاصة بالقطع او الاندرويد نفسه القطع حقا الاندرويد بتضغط على كار الان برجنا الى التطبيقات الخاصة بالقطع عندك المتجر زي ما شفنا وعندك متصفح كروم وبقية التطبيقات اللي شفناها وتقدر ايضا تدخل خراية جوجل من خلال نفس القطع وبما اني مسجل دخول بحسابي من البداية على حساب جوجل فحسابي ظاهر وتقدر تتنقل بين الاماكن اللي انت حاطتها لنفسك لو حابين مثلا ندخل على النيتفليكس وهذا النيتفليكس شغال بدون اي مشاكل نجرب مثلا طبعا فايدة هذه الدائرة البيضة انها تتنقل في اي مكان بكل سهولة وبسرعة جربت شاهد للأسف بيقول لي غير مدعوم مع انه القطع القديمة اخوان كانت شغالة عندي اللي بالاندرويد الاقدم فغريبة ولكن ايضا تقدر تثبت عليها تطبيقات الاي بي تي في وبتشتغل بكل سهولة عادي جدا انا اكثر شي مختار هذه القطعة هستفيد جدا كثير من اني اربط ايفوني بدون كابل واستفيد من خدمة ابل كار بي لي اللي هو بشكلها سلكي لانه سلك مشوه الديكور واوقع تنزل من البيت يكون شحن الايفون مية وما هو حابب اشبك بالكابل لانه لما تشبك ابل كار بلاي في نفس الوقت هو جاسيش عنه شاهد نقدر ندخلوه عن طريق متصفح جوجل كروم عادي جدا وطبعا تقدر تحملو اي بي كي نسخة اقدم وحيشتغل ايضا معك ولكن هنا لو حابب مثلا تدخل عن طريق المتصفح فهو يدعم عادي فعلى سبيل المثال بسجل دخول والان سجل دخول بحسابي في شاهد خلينا روح مثلا نشغل او نجرب اي شي شاهد الان والان نشغل وزي ما تلاحظ معايا الان اشتغل وبدون اي مشاكل لو ابغاب كامل مثلا الشاشة بيكون بهذا الشكل وكيد لانه على المتصفح فيجيك كده على اليمين فراحة اليوتيوب متعة في هذه القطعة رهيبة صراحة التشغيل ما في اي تقطيع بعض القطع تحس كده انه يشتغل بالقوة معاك او يهنق او يعلق اما هذا يعني كي انك مشغل على الجوال عادي او اي شي زي ما شفنا مع بعضي اخوان لو عجبتك هذه القطعة وحابب تقتنيها رابط الشراء بتلاقيه بصندوق الوصف اسفل هذا الفيديو طبعا القطعة ليس اعلان نهائيا ولكن حبيت ان قل لكم تجربتي ويقول لك هذه رابع قطعة انا اجربها وتأكد تماما انه سيارتك تدعم ابل كار بلاي او اندرويد اوتو لانه لو سيارتك ما تدعمهم القطعة ما هتستفيد منها اي شي وما هتشتغل معاك نهائيا كذلك على رابط الشراء تأكد ايضا انه سيارتك تدعم ولكن انا اقول لك انه اغلب السيارات يعني ممكن 99% من اللي تدعم ابل كار بلاي او اندرويد اوتو فالقطعة تدعمها ولكن برضو البايا حاطت جميع انواع الموديلات حق السيارات و الى اخر بكده اكون وصلت معكم الى نهاية الفيديو ان شاء الله اكون افتحكم لكم معلومة وسيط اعطيكم الف عافية لا تنسونا مليكو سبسكرايب في القناة في امان الله اشتركوا في القناة